تجمع قوى المعارضة العراقية يعتجم مطلع الأسبوع المقبل من عقد مؤتمره الأول ومن داخل بغداد وسيكون هناك أربعين حراكا وتجمعا حزبيا يحضر هذا المؤتمر وهو كما جاء في تصريحات لعدد من الناشطين امتدادا لحركات وتجمعات تشرين الاحتجاجية الذي توهم كثيرون أن تشرين بعد رفعت القيم وقد انتهت لأنهم كانوا لا يرون الصورة كما هي على الأرض فكانوا يعتقدون أن دلالة المكان هي تشرين بل التجارب أثبتت أن تشرين تعيش في قلب كل عراقي يطمح أن يرى عراقا حرا موحدا وطامحا إلى الإصلاح وهذا الذي سوف تجسده بالقول الملموس قوى المعارضة العراقية وهي تحاول أن تنتج مشهدا عراقي جديدا منظما هناك قيادات هناك متحدث هناك مسؤول هناك ناس ممكن أن تتحاور معها تعرفها إذا فعلا عقد هذا المؤتمر فأن هناك تحولا سيكون مهما وحافزا كبيرا سيعطي للمرحلة المقبلة وجها آخر لأنه كثيرون كانوا دائما ما يكتبون ودائما ما يتمنون ودائما ما يقولون من هم المعارضة العراقية من يمثل المعارضة العراقية كيف نتعامل مع المعارضة العراقية البعض قال هذا مجرد وهم ما يحصل هي عبارة عن تجمعات تنتهي هنا وتنتهي هناك هذه هي قضية القضية الأخرى أن توقيت انعقاد هذا المؤتمر سيسبق الانتخابات وهذا معنى له ودلالة أن إضافة قوى أخرى يمكن أن نسميها تمتلك حق الرقابة الحقيقية على ما يجري وهي تطمح أن يكون لها حضورا فاعلا في هذه الرقابة وسيكون لها تأثير وبالتأكيد أنها قد أدركت ما لها وما عليها وما هو الشيء الذي يمكن أن تفعله في المرحلة المقبلة كيف تتعامل مع المشهد ما هي علاقتها وطبيعتها بالقوى السياسية الأخرى ما هي المساحات التي تتحرك بها شكرا للمشاهدة